السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولن وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر إذا كنت تدري فتلك مصيبت إذ لم تكن تدري فتلك مصيبت أعظمه رجب طيب أردوغان رئيس تركيا أقنع الرأي العام الدولي وأقنع الشعب التركي أن عليه إجماع بيعادل تقريبا حوالي 150% وأنه هو هينجح باكتساح في الجولة الأولى النتيجة أنه هو خد على أفاه وما حصلش إلا على 49.5% بعض الزباب الإلكتروني وبعض المدافعين عن رجب طيب أردوغان يقول لك دليل على الديمقراطية ما أنت يا حالتها أنت وهو أقنعتونا أن رجب طيب أردوغان عليه إجماع وطني أكتر من كل الأنبياء والرسل اللي عدوا عبر التاريخ أقنعتو العالم عن طريق وسائل الإعلام بتاعدكم مدفوعة الأجر أن رجب طيب أردوغان يمثل الإجماع الوطني وتصريحاته كانت بتقول كده حتى لو نجح ب51% دي مش دليل على الديمقراطية لمؤاخذة ده دليل على أن رجب طيب أردوغان ما عليه إجماع زي من تدعيته أن ينجح رجب طيب أردوغان بـ 50% بـ 60% ليس هذا هو بيت القصيد لكن بيت القصيد أنت أقنعت الرأي العام في العالم الإسلامي والرأي العام الدولي أن الراجل بتاعكم اللي هو سلطان الدم العثمان عليه إجماع بمعدل 150% فتأتي النتيجة بمعدل 49.5% وتطلطش على أفاك أوعى تقول إن دي ديمقراطية لا هقولك هي دية قيمتكو الحقيقية نص الشعب التركي منقسم عليك نص الشعب التركي مش عاوزك أنت ما عليكش إجماع ليه أنت حاولت أنك أنت تقنعني أنك أنت عليك إجماع ما تاخدنيش من حدة أنك أنت أخدت على أفاك وأن نص الشعب التركي داسك أسفل الأحظية بتاعته لحتة تانية وتقول أصلي دليل على الديمقراطية أنا كنت هاقتنع بكلام الزباب الإلكتروني في حالة واحدة بس إن هما كان يقولوا إيه على حسب ما تيجي صناديق الانتخابات ورجب طيب أردوغان مش عليه إجماع على حسب ما تقرر صناديق الانتخابات لكن أنك أنت تحاول تقنعني بأنك أنت عليك إجماع أكتر من كل القيادات عبر التاريخ ورغم ذلك لا تحصل إلا على 49.5% دي حالتها مش ديمقراطية ليس عدتك لأن دي دي ديمقراطية إجبارية على رجب طيب أردوغان سدك وتجرسك سلطان الدم العصمالي لأن المعارضة توحدت وبالتالي تصدت لتزوير سدكم وتجرسكم اللي بتفعلك الفلوس مقابل أنه كنتوا تهجموا القنوات اللي زي قناة مصر لولا المعارضة ما كانش هيكون فيه ديمقراطية بتركية وليس أدل على ذلك من 20 سنة متواصلة رجب طيب أردوغان كان بيقنعنا وكان الجماعة اللي بيدفعوا عنه اللي بيتجروا في الإسلام ويقولوا قال الله وقال الرسول مقابل حفن الدولارات ومقابل عمليات إرهابية إن هو عليه إجماع وإن الراجل ده أساساً كل الشعب التركي عاوزه فتيجي المعارضة التركية تتوحد بشكل قوي فتفضح سلطان الدم العصمالي شوفوا تصريحاته الأخيرة بعد الفضيحة بتاعته تم إجراء الانتخابات يوم 14-5 دخل جولة إعادة لأنه هو فشل في أنه هو يحصل على أكتر من 49.5% لأن معدل النجاح لازم 50% وحتة شوية فشل رجب طيب أردوغان فشل في أنه هو يحصل عليها زي ما كان بيحصل عليها في سنوات سابقة لما كانت المعارضة مفكاكة طيب فين الإجماع؟ فين لمواخذ الإجماع بتاعكم؟ يشل كدابة كلها شوفوا حضراتكم رجب طيب أردوغان قلق في تصريحاته خلال الساعات القليلة الماضية قال أنه سيخرج منتصرا من انتخابات الإعادة مؤكد طبعا ليه؟ دخل جولة إعادة هياخد زيادة أي كانت النسبة بقى لو خد 43% ولا أصاده ما خدش النسبة دية هيفوز بس فوز ما هوش مشرف فوز مش زي الفوز بتاعه في سنوات سابقة في سنوات سابقة أقنعون بالإجماع ثبت بالدليل للقاطع أنه ده ما كانش إدماج مع إنما ده تزوير شوفوا حضراتكم التصريحات والفضايح بتاعة رجب طيب أردوغان أعرب عن أمله في تحقيق انتصار تاريخي وقال إحنا هنبدأ يوم 28 خمسة اللي هو طبعا يوم الأعادة للتأسيس لقرن تركيا إحنا هنعمل المئة سنة اللي جاية دية بتاعي التركية على مستوى العالم حياة أمك تبتكلم جد ما انت بقى لك 20 سنة في الحق عملت إيه إيه أنقص تركيا من الدول اللي كانت البازنجانية إلى دول مهلبية يا راجل بقى مارت إيه بقى مارت الانهيار الاقتصادي بقى مارت العملة اللي اندكت تحت بقى مارت أساسا أنه كان بينفذ استراتيجية القوى الغربية من أجل تدمير المنطقة العربية زعيما أنه يحقق الإنجازات الكبرى بقى مارت أنه كان بمثابة رأس حربة لتفكيك المنطقة العربية ولازال حتى اللحظة الراهنة في قلب الدولة الليبية قال للشعب التركي لا تتوقفوا استمروا استمروا فيه اهو كده استمروا خلاص شعارات حنجورية لقد أظهرت الانتخابات أن تركيا واحدة انت بتكذب على مين الانتخابات ما أظهرتش أن تركيا واحدة الانتخابات أظهرت أن تركيا مقسمت على نفسيها الانتخابات فضحت أساسا ديمقراطية رجب طيب أردغان المزعومة كان بيدعي أن عليه إجمع وطني في سنوات سابقة أيام ما كان بيزور الانتخابات الانتخابات الأخيرة ديت لما توحدت المعارضة في مواجهته فضحته ثبت بالدليل القطع أنه ما لهش إجماع وأن تركيا مش واحدة زي ما هو بيدعي الانتخابات الأخيرة أظهرت أن تركيا من البلدان ذات الثقافة الديمقراطية الأكثر تقدما في العالم لا يحلتها ديمقراطية المعارضة المعارضة هي التي فرضت الديمقراطية على حزب العدالة والتنمية بتاع رجب طيب أردغان حزب العدالة والتنمية ما حصلش على أكثر من 25% من مقاعد البرلمان هو عمل تحالف مع عدة أحزاب أخرى يدوبك مع عدة أحزاب مع حزب العدالة والتنمية المسيطرة على وسائل الإعلام والمسيطرة على مؤسسات الدولة لم يستطيع الحصول على أكثر من تلت المقاعد أو لتحرد دقة حصل هو وأحزاب المعارضة المتحلفة معاه على حوالي 51% من المقاعد يعني مش حزب العدالة والتنمية لمؤاخذة ليه حضراتكم؟ لأن المعارضة هي اللي وقفت ضده وبالتالي المعارضة هي اللي كرست للديمقراطية وليس رجب طيب أردغان بصفة سياسي شوفوا بقى الكتب بتاعه بصفة سياسي لم ينحرف عن الاتجاه اللي رسميته الأمة فإنني سأحترم إرادة الأمة لم ينحرف خبر السود شوفوا بقى حضراتكم التصريحات والفضايح اللي فضحت رجب طيب أردغان جوزيبور المناسق السياسة الخارجية في أوروبا قال يا عم أردغان لابد أنك تتعالج أوجه القصور في الانتخابات واللي تحدست عنها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وقال نلاحظ أن النتائج والاستنتاجات الأولية للبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا كشفت السطار عن وجود سلبيات وانحرفات وتزوير في قلب الانتخابات لصالح رجب طيب أردغان يعني مش ديمقراطية يعني رغم أن المعارضة كانت متصدية له وهو كان بيزور إلا أنه فشل في الحصول على 50% ثم جوزيبور اللي بيقول يولي للاتحاد الأوروبي أهمية قصوى بضرورة إجراء انتخابات شفافة وشاملة وذاتها مصداقية في ساحة منافسة متكافأة شفت الهنة اللي احنا فيه شوفوا بقى حضراتكم جريدة الجارديان البريطانية الدعم الأول لتحركات رجب طيب أردغان في منطقة الشرق الأوسط من أجل تفكيك منطقة الشرق الأوسط شوفوا إزاي انقلبوا عليه جريدة الجارديان البريطانية قالت أن الانتخابات التركية خطوة نحو الاستبداد وقالت أردغان نجح في السنوات اللي فاتت بسبب استبداده في توحيد صفوف المعارضة التي كانت منقسمة على نفسها بسبب الاستبداد بتاعه المعارضة اللي أقصاده توحدت النتيجة فضل حيطه ثم قالت الجريدة سيطرت أردغان وحزبه على مفاصل الدولة وفروا له أرضية عند الشعب التركي وهو ما يمهد لاستمرار حكمه الاستبدادي لعقد ثالث رغم معدل التضخم اللي يقترب من نسبة خمسين في المية وخيبة أمل الشعب في طريق التعامل للحكومة مع الزلازل المدمرة منذ ثلاث شهور ثم قالت الجريدة البريطانية أن فترة حكم رجب طيب أردغان الجديدة هتكون بمثابة خيبة أمل مريرة ونزير شؤم للذين سيعانوا من تآكل حقوقهم المدنية في ظل استبداد رجب طيب أردغان مش إحنا اللي بنقول بعض الزباب اللي الكتروني هيرد علينا ويقول لك آهو الغرب مش راضي عنه اتلهي يعني اقرأ على رأي يحيى الفخراني في مسلسل قبرة عيدة اتلهي يعني اتلاهوا يتلوهوا اقرأ رجب طيب أردغان عقد الصفقات القزرة مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير وليس أدل على ذلك من ممارساته في قلب الدولة المصرية أيام حكم جماعة الإخوان وليس أدل على ذلك من ممارساته من خلال المرتزقة بتاعته في قلب الدولة الليبية اللي ضمره ليبيا وليس أدل على ذلك من أن هو كان جزء من حلف الناتو اللي اقتحم ليبيا واحتلها وضمرها وليس أدل على ذلك من أن هو عاثى في دول المنطقة العربية فسادا خلال سنوات ماضية فما تقول ليش يا حالتها أنت وهو أن الغرب عشان هو راجل مسلم وخلى الأداني يترفع في تركيا فالغرب مش راضي عنه لا يا حالتها سيدك وتجراسك سلطان الدم العثمان ليه كان بيركع للتحاد الأوروبي في سبيل أنه هو ينضمله ورغم ذلك دول الاتحاد الأوروبي قالت أسفين يا صلاح ليه لأنك أنت راجل ديكتاتور وإنت مسيطر على مقاليد الأمور في قلب الدولة التركية فسيادتك ما تقول ليش أن الرجل عند ديمقراطية لم أخذة وتقول لي أصل 50% اللي حصل عليه هدية دليل على الديمقراطية لا يا حالتها دي مش دليل على الديمقراطية ده دليل على أن المعارضة فضحته فضحت قوته الحقيقية عند الشعب التركي يعني سيادته بقاله 20 سنة عليه إجماع وطني بينما لما تتوحد المعارضة التركية في مواجهة رجب طيب أردوغان ويجيب 49% من أصوات الشعب التركي يبقى مش دليل على ديمقراطيته دليل على قوة المعارضة التركية اللي فضحت سيدكو تاجراسكو رجب طيب أردوغان اتلهي أنت وهو وحاول تقرأ بشكل كويس لأن طبعا الفضيحة اللي بجلاجل هتطاردكو حتى آخر العمر انتخابات تركية أردوغان يقول أنه سيخرج منتصرا من جولة الإعادة في 28 مايو الله هو أكبر واحد الشعب الاتحاد الأوروبية يدعو تركيا إلى معالجة أوجو القصور في الانتخابات الانتخابات التركية عشرين ثلاثة وعشرين نتائج الانتخابات خطوة نحو الاستبداد جريدة الجارديان البريطانية الفضيحة بجلاجل بعض الناس تقول إيه؟ هوا هتشوفوا في الجولة القادمة هينجح هوا هينجح في الجولة التانية وبعدين ينجح ما ينجحش ده مش قضيتنا دلوقتي قضيتنا أنه هو تفضح قوة الحقيقية ظهرت فشل الزريع في أن هو يقنع الرأي العام الترك والرأي العام الدولي أن عليه إجماع المسألة انكشفت هو ده اللي يهمنا فين الإجماع اللي كان عليه طوال عشرين سنة فين يحلتها أنت وهو كانت فين الديمقراطية بتاعتكو دية اللي ظهرت السنة دي فقط لا غير عبر عشرين سنة ماضت من حكم رجب طيب أردغان الديمقراطية التي ظهرت مش بسبب سدكو تجرسكو سلطان الدم العثمانلي تظهرت بسبب قوة المعارضة اللي توحدت في وجه سلطان الدم العثمانلي رجب طيب أردغان هرضي لك زباب أردغان الإلكتروني انبحوا طبعا مش هضغدروا تخفوا الحقيقة والفضيحة اللي بتحاصركم أراكم على الخير اشتركوا في القناة